موسيقى عن مجموعة أصدقاء بتربطهم علاقة قوية من أيام الدراسة ومع مرور السنين ورغم افتراء بعضهم بسبب ظروف الحياة بترجع روابط بينهم من جديد وبتتفتح مواجهات وأسرار بتنتيب أحداث مفاجأة المرتبة الرابعة مسلسل موجة حرة سنة 2013 المسلسل من بطولة إياد نصار رانيا يوسف معالي زايد خالد سليم سبا مبارك وأداء مميز جدا لسيد رجب وإخراج محمد ياسين وتأليف أسامة أنور عكاشا أما المعالجة الدرامية فهي المريم نعوم وسيناريو حوار والحمدي والمسلسل مأخوذة عن رواية منخفض الهند الموسمي للكاتب أسامة أنور عكاشا وبيحكي المسلسل عن عائلة العجاتي اللي بيتوفى فيها الأب وبيسيب زوجته ولدين وبتسيطر الزوجة من بعده وبتربي وبتكبر الولدين الولد الكبير زابط شرطة في مكافحة الأداب اللي هو إياد نصار وبيتعرض للمشاكل في شغله بسبب أسلوبه العنيف وده كمان بيأثر على طريقة معاملة المراته اللي هي رانيا يوسف أما الإبن الصغير فهو شاب ثوري ياساري بيعمل مشاكل كتير لأخوه وللعائلة كلها وبتجمع الأسرة دي علاقات بأسر تانية في المسلسل زي أسرة حمادة غزلان اللي هو سيد رجب المشهور بتجارته الغير مشروعة والمسلسل بيدور في إطار دراما اجتماعية مصيرة مليانة مفاجآت المرتبة الثالثة مسلسل السبع وصايا سنة 2014 المسلسل من بطولة ناس كتير قوي منهم رانيا يوسف وصابري فواز وليد فواز هيثم أحمد زكي سوسم بدر وأحمد فؤاد سليم ومن إخراج خالد مرعي وتأليف محمد أمين راضي أما الموسيقى التصورية فهي للعبقري شم نزيه وحقيقي مودي المسلسل في حتة تانية المسلسل ده مختلف جدا عن أي حاجة شفتوها وهو ده اللي مميزه وبيحكي عن سبع إخوات بيعرفوا أن عند والدهم سروا كبيرة جدا بالرغم أنه معايشهم في فقر جديد فبيتفقوا كلهم على قتله علشان ياخدوا الفلوس وبيقتلوا فعلا لكن جثته بتختفي وبيهرب كل واحد منهم لمدينة مختلفة وهتجمعهم بوسي اللي هي رانيا يوسف مرة تانية علشان ينفزوا سبع وصايا لأبوهم وبعدها تظهر جثته ويعرفوا يورسوه وفي خلال تنفذهم للوصايا في كتير من الأحداث المثيرة المرتبة التانية مسلسل ذات سنة 2013 بدولة نيلي كريم وباسم سمرة أحمد كمال ثراء جبيل وأداء مميز جدا للفنان انتصار وإخراق كاملة أبو ذكري وتأليف صنعال إبراهيم وسيناريو وحوار مريم نعوم المسلسل مأخوذة عن رواية بنفس الاسم صنعال إبراهيم ويمكن ده أشهر مسلسل في المجموعة اللي قلناها وأخذ حقه كويس في المشاهدة والنقد وبيرصد المسلسل الستين سنة الأخيرة في حياة مصر وهي سنين حياة ذات بطلة المسلسل اللي هي نيلي كريم وبيطرح عدد من الحكايات الإنسانية والأحداث السياسية فبنلاقي ذات عانت من الظروف اللي عاشها المجتمع كله طول ستين سنة لحد ما بينتهي المسلسل بأحداث ثورة يناير سنة 2011 والمسلسل اجتماعي درامي مليان بالمشاعر أما المرتبة الأولى بلا منازع فهو مسلسل بدون ذكر أسماء سنة 2013 ولسه وغد بالي دلوقتي أن مسلسلات سنة 2013 كانت رهيبة كده نرجع تاني لمسلسل بدون ذكر أسماء المسلسل بطولي تروبي وحرية فرغلي وأحمد الفشاوي ووليد فواز فريدة سيف النصر وعبد العزيز مخيون وأداء مميز جدا لمحمد فراج ومن إخراج تامر محسن وتأليف العظيم وحيد حامد المسلسل ده من أجمل المسلسلات اللي ممكن تشوفوها في حياتكو فالمسلسل بيسلط الدوق على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر في التمانينات خاصة الإزدهار الملحوظ في الفترة دي للطيارات الإسلامية يرجع من السعودية محمل بأفكار دينية غريبة عن المجتمع المصري وفي نفس الوقت بيبدأ عاطف اللي هو أحمد الفشاوي باستغلال تقربه لمديرة أحدى المجلات الفنية علشان يحقق هدفه كمان بيترح المسلسل كيفية نشأة القيادات السياسية الحالية بأفكارهم ومبادئهم المختلفة اكتبوا في التعليقات رأيكم في المسلسلات دي وترشحتكم لمسلسلات تانية وما تنسوش الاشتراك في القناة علشان نكمل ألف مشترك